اه السلام عليكم الاخوان. فمرحبا بكم في هذا الفيديو هيدا اه اه العاجل. فربما كنا هناك تطورات كبيرة كتخصمين في احتاد والمستقبل دي هات اللاعب ايدا. اللي كي عبر على الحب دياله الفارق الرجاء الرياضي. ففارق الزمالك المصري. فكي ضغط على اللاعب باش يقبل اه باش يقبل يدخل في صفقتها بادوريا. ما بين اللاعب الكرتي. واللاعب احتاد بصالح الويداد والكرتي لصالح الزمالك. فمصادر مصادر مقربة من الزمالك. فصحفي مقرب من الزمالك. فكيف مش فشوفها نشرحها في الفيسبوك والانستغرام. فهو كي اعلن على ان حميد احتاد ما بغاش يمشي الفارق الويداد الرياضي. وكيفضت الفارق الرجاء الرياضي. فكندون بان اه اه المسألة اللي كي يقوم بها فارق الزمالك. فهي غير لائق. فاللاعب لاعب حر في الفارق اللي غي يختار. فارق القلب دياله هو فارق الرجاء. وعبر ما مرة بانه كي يبغي فارق الرجاء. فلماذا يتم الضغط عليه بهكذا. عريقة وهكذا كيفية. فكندون بان اه 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 فارق محاملك لاعب محاملك تجي عنده. فما تنظن من 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 غير المعقول انك تمشي تلقى تزاوك فيه. فانا كنظن بانا بانا حتى تلك رامة ديالفارق كتمشي في مهب الريح. والانسان فالاخوان فكندون بانا هذا. ففهي اشارة اشارة كبيرة. فقرب شوقها فارق الرجاء لحاميد احتاد للخروج دياله من الزمالك ما هو الا ساعة قليلة وغادي غادر نادي الزمالك وانا داك ففارق الرجاء الرياضة هيتقدم بعرض الحاميد احتاد عرض رسمي بنوب اللاعب ان شاء الله حاميد احتاد غادي يكون غادي يكون ان شاء الله صفقة مربحة وصفقة مدوية والصفقة التي قد تنسينا رحيل حيميك ورحيل مالونجو بعض الشيء. فكندون الاخوان فارق من الساعات القليلة المقبلة فكندون هذا الامر هذا غادي تحسب في الساعات القليلة المقبلة. لان المركاتو عالميا غادي انتهي في 31 في الشهر يعني يوم تولاتاء. يعني الفيفا غتغلق المركاتو الدولي يوم تولاتاء المقبل. يعني قبل يوم تولاتاء خص خص مصير ذي الاحدات رفقة الزمالك يكون تحسب. انا داك هتبقى 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 واحد تسعيان المركاتو المغربي. فبحكم ان حميد احداد لاعب مغربي. فبامكان فريق الرجاء الرياضي انه تعاقد معه. لان المركاتو غادي تسدى لللاعبين الاجانب يوم تولاتاء فقط. اه يوم قبل التعلاق الدوري المغربي. ولهذا الاخوان فكينا هناك ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون هناك يكون هناك آمل كبيرة بان حميد احداد يجي الفريق الرجاء الرياضي. فان شاء الله كما قلنا الاخوان فتفائلوا خيرا تجدوه. فالانسان يكون متفائل والانسان يكون ان شاء الله يترجى الخير يلقى الخير. فبعيدا عن 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 شاتم الرئيس وعن شاتم المكتب المسير وعن طب بطبيعة الحال. ذلك شي كيجي كيجي كيجين في هالي ولكن 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 من ضلموش من ضلموش الاخوان من ضلموش الامور من ضلموش الدنياق مادم ان هناك حياة فهناك امل والامل في الله تعالى اه اه الحمد لله وان شاء الله غادي تكون فقط حميد احداد مسك الخيتام دل هاد مركاتو الراجعو. فكم دون الاخوان فهذه التطورات العاجلة التي اه التي حصلنا عليها اه خلال هذه الدقائق اه الاخرى. فكم دون الاخوان ان 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 صفقة حميد احداد ان شاء الله اذا اكتملت ف ف ف ف ف ذلك ف ذلك هو مسك الخيتام خيتام مركاتو اللي رب مفارقة راجعو بالتوقع لحميد احداد وحركاز والتوقع للعب اه اه الغاني اه الذي وصل للجو الى 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 المغرب للمدينة التربضاء فغادي يكون قدم على التسعود للصفقات فالاخوان نبقى متفاقلين فان شاء الله حميد احداد ان شاء الله يكون صفقة راجعوية محتو 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 رفض اه الرفض ادخل في صفقة جباد وليمها فارق لويداد فهذا ان شاء الله غادي يكون امر اه امر اه امر جيد انه يوقع فريق الرجاء الرياضي الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة